أدعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترزح تحت وطأت هذه الماليشيات الإجرامية الإرهابية إلى انتفاض اللجوء إلى الشعب مجدداً هذا ما كشف عنه خطاب الرئيس هادي الذي ألقاه بعد ساعات من مقتل الرجل الذي ظل يناصبه العداء متسلمه السلطة تحت وقع ثورة شعبية عارمة دعوة الرئيس هادي الشعب الرازح تحت سيطرة الميليشيا إلى الانتفاضة في لحظة كهذه خلفت الكثير من الإحباط بالقدر الذي خلف مقتل صالح الدهول بين أنصاره وأولئك الذين اعتقدوا يوماً أنه سيقودهم إلى الخلاص الساحة المدججة بالسلاح وغرور القوة المنفلتة في صنعاء لا تتسع على ما يبدو لشغب الشوارع فيما الأيدي على الزناد وفارق القوة بين الفرقاء الميدانيين غير عادل والحسم قد تحقق لصالح الحوثيين يأتي ذلك فيما لا يزال الغموض يكتنف مهمة الجيش الوطني الذي تبدو الطريق سالكة أمامه لبلوغ صنعاء أكثر من أي وقت مضى خصوصاً بعد انغلاق المسار الذي خطه التحالف بعيداً عن هذا الجيش والشرعية التي تقف خلفه بحثاً عن إنجاز التحول المنتظر في العاصمة المخطوفة لا يفل الحديد إلا الحديد قاعدة راسخة في الصراع الذي تؤول نهاياته إلى تغيير الواقع من الأسوأ إلى الأفضل وتتقوى نتيجته بالضرورة أسس العدالة ويسود السلام لم يكن يتبقى لدى صالح سوى وزنه السياسي وتأثيره المعنوي فيما المعركة التي خاضها مع الحوثيين كانت تقتضي تكافؤاً في القوة لا قفزة في الفراغ الحسم العسكري بنظر المراقبين هو ما تحتاجه هذه المرحلة على قاعدة راسخة من التضامن بين المكونات الوطنية المؤمنة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية وتقتضي كذلك مهارة سياسية في توظيف الممكنات وفي المقدمة منها البرلمان تلك المؤسسة الدستورية العتيدة المتبقية في البلاد واصطفاف المؤتمرين خلف قيادات الحزب الموجودة بدءاً من الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة وانتهاءاً بالأمناء العامين المساعدين المحسوبين على صالح فهل سنرى خطوات حقيقية على هذا الطريق؟ أم أن التحالف لا تزال تغريه سيناريوهات العمل بعيداً عن الشرعية وجيشها والتي لن يحصل من ورائها في نهاية المطافة سوى الفشل؟